سلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد في سنة 2019 كان فيه أم بتجهز هي وأولادها علشان ينتقلوا لبيتهم الجديد الأم في الوقت ده ثابت الأولاد وطلبت منهم إنهم يجهزوا بعض الأغراض وراحت للشقة الجديدة علشان تنظفها ويجهزها وكمان كان من المفترض إنها هترجع هي وأخوها وهيجيبوا معاهم عربية كبيرة علشان يقدروا إنهم ينقلوا محتويات الشقة القديمة للشقة الجديدة بالفعل هو ظل حصل الأم قضت اليوم بالكامل وهي بتجهز البيت وتنظفه ولما رجعت لبيتها مرة تانية بدأت إنها تخبط على الباب على أمل إن زوجها وأولادها يفتحوا لها الباب ولكن ما كانش فيه أي رد منهم وفي محاولة منها إنها تعرف إيه اللي بيحصل وهم راحوا فين قررت إنها تطلع مفتاحها وتفتح بيه الباب بمجرد دخولها للبيت المكان كان ساكت تماما وما كانش فيه أي صوت اعتقد أخوها في البداية إن وارد زوجها وأولادها يكونوا خرجوا من البيت ولكن لما ابتدت أمهم إنها تتحرك في البيت علشان تحدد مكان أولادها اكتشفت إن الأولاد بالفعل كانوا موجودين جوه ولكن كانوا في حالة مفيش أي حد يقدر يتوقعها ولا يتخيلها استعدوا علشان هتسمعوا الحكاية في تفاصيلها هتتعرفوا على المعنى الحقيقي لعمل قلب وإنعدام الإنسانية علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معي الفيديو للنهاية اشتركوا في القناة بتدور أحداث حكايتنا في اليمن وتحديدا في العاصمة صنعاء هناك كان عاي الشخص واللي كان اسمه عبدالله النعامي وكان وقت أحداث الوقع عمره 47 سنة عبدالله من بداية ميلاده لقى نفسه في أسرة كبيرة واللي كانت مكونة من أبوه وأمه بالإضافة لسبع إخوات أسرته كانت أسرة بسيطة بتتحصل على أوت يومها يوم بيوم وطبعا مع فكرة إن الأب هو اللي كان بيعيل الأسرة فالدخل اللي كان بيدخلهم أليل جدا وما كانش بيكفي العدد اللي كان موجود في البيت وطبعا الحياة المادية اللي كان عايشها عبدالله في بيت أسرته كانت مخليا محروم من حاجات كتير جدا هو ما كانش بس محروم ماديا أبوه وأمه ما كانش عندهم الوقت ولا المجال إنه هما يحتووا ولا يحسوا بمشاكله ولا بمشاكل إخواته هما كان همهم أكبر بكتير وكان أكبر همهم في الحياة إزاي يوفروا الأكل والشرب لأولادهم أبو عبدالله كان بيلحق أولاده بالمدرسة وهم في سن صغير يدوا بيتعلموا الإراية والكتابة وبعد كده يخرجوا من المدرسة لأنه طبعا ما كانش قادر يصرف عليهم وأبوهم بعد ما كان بيخرجوا من التعليم بيطلب منهم إن كل واحد يطلع ويدور على وظيفة أيا كانت الوظيفة المهم إنه هو يجيب بيها احتياجات يومه عبدالله في الوقت ده راح لواحد من الأسواق اللي موجودة في مدينة صنعاء وكان بيحاول إنه يلاقي أي وظيفة هناك كان بيعاون بعض أصحاب المحلات في أي شيء لو حد محتاج إنه هو يشله حاجة ينظف له حاجة يساعده في أي خدمة من الخدمات اللي بيقدمها في مكانه عبدالله في الوقت ده ما كانش بيتأخر نهائيا وكان بيشوف إنها فرصة علشان يقدر يتحصل منها على بعض الأموال عبدالله في الوقت ده كان مجبر بقرار من أبوه إن كل واحد منه هو وإخواته يشاركوا بجزء من الفلوس اللي بيتحصلوا عليها من عملهم في مصاريف البيت ولكن عبدالله كان حابب إنه في يوم من الأيام يقدر إنه هو يعمل لنفسه شيء في المستقبل وعلشان كده بدأ إنه يشيل جزء من الفلوس اللي كان بيتحصل عليها بعيد تماما عن إيد أبوه وعن إيده هو شخصيا واستمر الوضع لما هو عليه تقريبا من لما كان عمر عبدالله عشر سنوات لحد ما وصل لبداية العشرينات من عمره عبدالله في الوقت ده قرر إنه يستخدم المبلغ اللي كان بيحاوشه على مدار سنين وخلوني أقول لكم إن المبلغ ده كان مش كبير على الإطلاق ولكن على أي حال عبدالله في الوقت ده قرر إنه ياخد المبلغ يشتري به بعض السلع ويحطه على ترابيزة في سوق من الأسواق ويبتدي إنه هو يباعها لأنه لما حاول إنه يأجر محل لأن الإجار هيكون عالي عليه جدا وهو مش هيقدر يتحمله وكان أفضل حال ليه بإنه يقف بطرابيزة في السوق والسلع اللي قرر عبدالله في الوقت ده إنه يشتغل فيها هي مواد التجميل في البداية طبعا الأمر كان صعب جدا وما كانش قادر إنه يبيع المنتجات اللي بيعرضها ولكن مع مرور الوقت ابتدت السيدات إنها تتردد عليه ويحبوا إنهم يتعاملوا معاه وكان عبدالله بياخد فلوس الأرباح وما بيصرفهاش نهائيا ولكنه كان بيزود السلع اللي كان بيعرضها على الترابيزة اللي كان حاطتها في السوق يعني تقدروا تقولوا إن مجال عمله بدأ إنه يزدهر مع مرور الوقت في الوقت ده عبدالله كان لسه مستمر في الحياة في البيت مع أبوه أمه وإخواته استمر الوضع على ما هو عليه قرابة الـ 12 سنة لحد ما هنوصل لسنة 2004 في الوقت ده عبدالله كان عمره 32 سنة في بداية السنة عبدالله كان رايح للمكان اللي كان بيعمل فيه في السوق وابتدى إنه يجهز الأغراض اللي كان بيباعها والأمر ده كان روتيني ويومي بالنسباله ولكن في اليوم ده عبدالله هيقابل بنت واللي هتكون مهمة جدا في حياته البنت اللي قابلها عبدالله كان اسمها سمية عمرها وقت ما تقابلوا أول مرة كان 28 سنة ولكن عمرها وقت أحداث الوقع كان 47 سنة سمية هي كمان كانت من أسرة بسيطة تماما أسرتها ما كانوش قادرين يكافه احتياجاتها هي وإخوتها يعني تقدروا تقولوا إن حالها كان أشبه بحال عبدالله وفي الوقت ده هي كانت وصلت لمرحلة قدرت إنها تتدخر بعض الأموال وفتحت محل صالون نسائي خاص بيها ولأنها كانت بتعمل في المجال ده وعبدالله كان بيبيع المواد التجميلية فكانت بتروح لي تشتري منه بعض الأغراض اللي بتستخدمها لزبينها في البداية السمية كانت بتروح لعبدالله بتشتري بعض الأغراض وبعد كده بتمشي في طريقها ولكن لما الأمر اتكرر أكتر من مرة بدأوا هم الأتنين يتبادلوا أطراف الحديث وعرفوا أحوال بعض وظروفهم وبدأ ينشأ ما بينهم علاقة ارتياح والعلاقة دي طورت مع الوقت لعلاقة إعجاب وحب سمية في الوقت ده كانت بتتردد على عبدالله مش علشان بس تشتري بعض الأغراض بل إنها كانت بتروح لي علشان تشوفه وتعرف أخباره وهو كمان كان بينتظرها بفارغ الصبر سمية وعبدالله لما بدأوا يتكلموا عن طفولتهم مع بعض عبدالله كان بيشرح لها قد إيه إن أبوه كان شخص آسي على مدار حياتهم وعمرهم ما شافوا منه أي حنان وهي كمان بدأت تحكيله إن أبوها وأمها انفصلوا عن بعض وهي في سن صغير وإنها تقريبا ما شافتوش من وقت ما انفصل عن أمها وإن أمها هي اللي كانت مسؤولة عن تربيتها هي وإخوتها وشعور سمية وعبدالله بالتشابه في الظروف اللي عاشوها وهم أطفال خلى إن العلاقة تتوطد ما بينهم أكتر ويحسوا إن بما إنهم مروا بنفس المعاناة تقريبا إنهم هيكونوا شركاء حياة مثاليين ولكن الفكرة كلها إن عبدالله كان متخوف من إنه يطلب إيد سمية للزواج لإنه كان عارف إن أحواله المادية مش في أفضل حال نهائيا وكان قلقان من إنه لو طلب إيدها للزواج إنه طرفت طلبه ولكن في يوم من الأيام استجمع كل شجعته وراحوا اتكلم معاها وسمية في الوقت ده رحبت تمام بالفكرة ولما قال لها عن ظروفه المادية وإنه مش هيقدر يفتح البيت بصورة كاملة قالت لي سمية في الوقت ده إنها ما عندهاش أي مانع إنهم يتعاونوا مع بعض وإيدة على إيد بتساعد سمية في الوقت ده طرحت السؤال على عبدالله هو يقدر يجيب إيه في تجهزات الزواج وقال لها إن المبلغ اللي معاه ما يقدرش يجهز بيه نهائيا وكل اللي يقدر يعمله إنه يستاجر ليهم شقة صغيرة علشان يعيشوا فيها وسمية في الوقت ده ما عرضتش أبدا طلبت منه إنه يروح ويحاول إنه يلاقي شقة مناسبة علشان يأجرها هو عادته بإن هي بنفسها اللي هتفرش الشقة وهتأسسها من البداية للنهاية حتى إن عبدالله وسمية حطوا الخطوط العريضة لحياتهم بعد الزواج بمعنى إنهم اتكلموا مع بعض إن عبدالله هيفضل مستمر في إنه بيدفع إيجار الشقة اللي هم عايشين فيها أما عن سمية هتتكفل بباقي مصريف البيت بالفعل عبدالله راح ودور على شقة بالفلوس اللي كان يقدر إنه يستاجر بيها شقة ولكن الشقة دي كانت صغيرة جدا كانت عبارة عن غرفتين والغرفة التانية منهم كانت صغيرة جدا وحتى إنها ما تحسبش غرفة بالإضافة للحمام والمطبخ كان متخاوف في الوقت ده إنه يروح يعرض الشقة على سمية فتعترض عليها ولكن سمية لما شافت الشقة قالت له إنها مناسبة جدا ليهم في بداية حياتهم وإنها تكون على قدهم هما الاتنين وإنهم مش محتاجين مكان أكبر من كده وكمان قالت له إن المكان ده هيكون مناسب ليها علشان لما تحاول تفرشه وتأسسه تقدر إنها تملاب المفروشات من غير ما تتكلف بفلوس كتير وبالفعل عبدالله في الوقت ده اتقدم رسميا وطلب إيد سمية للزواج وأسرتها رحبت بيه وما كانش عندهم أي مانع اتخطبوا في البداية الفترة لحد ما ابتدوا إن هما يجهزوا بيتهم وبعد كده عملوا فرح كبير حضروا الأهل والمعارف والأصدقاء وبعد كده انتقل سمية وعبدالله لعش الزوجية علشان يبدأوا حياتهم الحياة ما بين سمية وعبدالله في بداية زواجهم كانت حياة ممتازة والأتنين كانوا مرتاحين جدا مع بعض وسعداء في حياتهم لحد ما هنوصل لمنتصف سنة 2004 يعني بعد زواج عبدالله وسمية بفترة لا تتعدى الشهور في الوقت ده سمية اكتشفت إنها حامل راحت وبلغت عبدالله بخبر حملها وكان رد فعله بأنه كان في قمة ساعته وكانوا بيعدوا الأيام هما الاتنين لحد ما حامل سمية اكتمل وتضع مولودتهم انجبوا في سنة 2005 أول مولود ليهم واللي كانت بنت وسموها ملاك وكان عمرها في وقت أحداث الوقع 14 سنة عبدالله وسمية في الوقت ده كانوا بيحبوا بنتهم وبيرعوها وكانوا بيمدوها بكل الحنان والحب والاحتواء اللي هما الاتنين اتحرموا منهم في طفولتهم وبعد ملاد ملاك بسنتين اتنين انجبت سمية بنتهم التانية واللي سموها رغض وكان عمرها في وقت أحداث الوقع 12 سنة ولكن ابتدت المشاكل تواجه عبدالله وسمية بعد ملاد بناتهم ملك ورغض البيت اللي كانوا فيه زي ما قلت لكم إنه كان بيت صغير جدا وكلما البنات كانوا بيجبروا احتياجاتهم كانت بتزيد والمكان اللي كانوا عايشين فيه كان بيضيق عليهم أكتر وأكتر ولكن عبدالله وسمية كانوا بيتجهلوا الأمر تماما وكانوا شايفين إنه هم مبسوطين وسعداء في حياتهم مع بعض ومش لازم إنهم يضيقوا نفسهم بأمور مش مهمة بالنسبة لهم في الوقت الحالي كانوا بيحاولوا إنه هم يتكيفوا مع الحياة في الوضع اللي هم موجودين فيه إخوات سمية في الوقت ده بما إنهم كانوا عارفين إن الظروف المادية لها هي وزوجها وليلة جدا كانوا بيحاولوا من وقت للتاني إنهم يزوروها ويحاولوا إنهم يدوها مساعدة ولكن المساعدة دي كانوا بيدوها لها ويكأنهم رايحين بيزوروها في بيتها علشان ما تحسش بجرح القرمتها ولا زوجها يحس إن فيه حد بيقلل من شأنه سمية وعبدالله في الوقت ده كانوا أخذين القرار إنهم يكتفوا بماناتهم الاثنين وما كانوش بيفكروا إنهم ينجيبوا مرة تانية ومرت سبع سنوات على ميلاد رغض ولكن في الوقت ده سمية اكتشفت بدون أي ترتيب منها إنها حامل للمرة التالتة وتحديدا في سنة 2012 وبعد مرور شهور الحمل أنجبت بنتهم التالتة وسموها رهف وكان عمرها في وقت أحداث الوقع سبع سنوات طبعا وجود خمس أشخاص في بيت صغير جدا بدخل بسيط ما بيقدرش إنه هو يكفيهم نهائيا ابتدى الوضع يتأزم عليهم أكتر وكمان عبدالله تقدروا تقولوا إنه في الوقت ده ابتدى إنه يريح بعض الشيء وما كانش بيتعامل بنفس القلب اللي كان بيتعامل به في بداية الزواج بما إنه كان شايف سومية شيلة من وراء المسئولية فابتدى في وقت من الأوقات إنه ما يحسش بإن المسئولية بتقع عليه بالكامل هو كان مستمر في مكان عمله بيروح ليه وبيفرش بعض المنتجات على ترابيزة في السوق وبيحاول إنه يباعها ولكن في سنة 2019 ابتدى يحصل بعض المشاكل في عمله المكان اللي عبدالله كان بيقف فيه في السوق ما كانش بيقف فيه بصورة قانونية وطبعا الشرطة أو زي ما بنسميها عندنا البلدية كانت بتمر عليه من وقت للتاني وفي كل مرة كانوا بيشوفوه قاعد في مكان مش من المفروض إنه يقعد فيه بيعملوله محضر إشغال طريق وبياخدوا منه كل المنتجات اللي هو بيباعها وبيحرزوها بعدها عبدالله كان بيروح لمركز الشرطة وبيحاول إنه يدفع غرامة علشان ياخد كل المنتجات اللي هم أخدوها منه المنتجات دي في كل مرة ما كانتش بترجع له بالكامل ولكن على أي حال عبدالله فضل مستمر في المكان اللي كان بيعمل فيه ومع تكرار الأمر مرة وراء التانية عبدالله خسر كل رأس ماله وما كانش عنده أي شيء يبيعه ولقى نفسه قاعد في البيت من غير أي وظيفة سمية في الوقت دا كانت لسه مستمرة في محل صالون التجميل اللي هي بتمتلكه وكانت بتحاول إنها توفر احتياجات البنات والبيت ولكن زي ما قلت لكم إن الاتفاق من بداية زواجهم إن عبدالله هو اللي يدفع الإيجار الوضع تأزم بالنسبة لهم إن سمية كانت في الوقت الحالي مطالبة بإنها تدفع الإيجار وتدفع كل الاحتياجات اللي بتحتاجها لأسرة طول الشهر طبعاً الأمر دا كان صعب جداً عليهم لأن الظروف المادية والمدخول اللي كان بيدخل لها من المحل الخاص بيها ما كانش كبير على الإطلاق بالإضافة إن عبدالله ابتدى يعاني من حالة نفسية بسبب إنه قاعد في البيت وابتدت تنشئ المشاكل ما بينه ما بين سمية حتى إنه ابتدى يفتعل المشاكل مع الأطفال للوقت دا سمية اقترحت عليه اقتراح بإنه ينزل يعوينها في المحل ولما عبدالله قال لها إنه هيشتغل إيه في صالون لتجميل السيدات قالت له إنه ممكن يشتغل معها من الخارج بمعنى إنه يشتري لها بعض الأغراض لو فيه أي إصلاحات هتم في المحل هو اللي يقوم بيها منها إنه يشيل عنها جزء من المسئولية وعلى الجانب الآخر يسلي وقته لحد ما يلاقي وظيفة يعمل فيها عبدالله في البداية نزل بالفعل وسمع كلام سمية ولكن بعد مرور كام يوم ابتدى إنه يتكلم معاها ويقول لها إنه مش مرتاح أبدا للفكرة وإنه حاسس إنه الأمر جاي على رجلته وعلشان كده قرر إنه يرجع يقعد في البيت مرة تانية والمتوقع والمفروض إنه عبدالله يخرج للشارع يحاول إنه هو يلاقي وظيفة ولكن عبدالله في الوقت دا قرر إنه يرجع للبيت ويفضل قاعد فيه طبعا مع وجود عبدالله في البيت من غير أي وظيفة المسئولية كانت تقيلة جدا على سمية وفي الوقت دا ابتدى الإيجار يتكسر عليهم شهر ورا شهر لأنهم ما كانوش قادرين يسددوه والسمية كانت الأولوية بالنسبة لها مصاريف مدارس أولادها وتعليمهم وأكلهم وشربهم فكان صاحب العقار اللي هم سكنين فيه كل شهر بيخبط عليهم وبيطالبهم بالإيجار اللي مقصور عليهم من شهور والسمية في كل مرة كانت بتقدم ليه الحجج والأعذار طبعا مش بيحتاج إن أنا أقول لكم إن العلاقة ما بين عبدالله وسمية في الوقت دا كانت في أسوأ حالتها لأن سمية كانت حاسة إنها شايلة المسئولية بالكامل لوحدها وعبدالله رفع يديه تماما قرر إن يقعد في البيت وما يحاولش أي محاولة إنه يلاقي أي وظيفة سمية في الوقت دا بدأت تواجه مشكلة جديدة بناتها في الوقت دا زي ما قلت لكم كان عمرهم 14 و12 و7 سنوات والبنات بدأوا إنهم يجبروا وما كانوش لقيين مكان علشان يناموا فيه لأن الغرفة اللي كانت مخصصة للتلت بنات كانت صغيرة جدا وعلشان كده سمية بدأت إنها تفكر في فكرة توسع بيها على بيتها وعلى بناتها وعلى الجانب الآخر تتخلص من الإيجار اللي هي ملزمة بيه كل شهر راحت وتكلمت مع واحد من إخوتها وطلبت منه إنه يديها شقة من الشقة اللي بيمتلكها أخوها كان في الوقت دا عنده شقة كان قافلها وما كانش محتاجها نهائيا طلبت من أخوها إنه يديها الشقة تسكن فيها كوضع مؤقت هي وأولادها لحد ما الأمور تتعدل وزوجها يلاقي وظيفة وفي الوقت دا زي ما قلت لكم إن إخوات سمية ما كانش عندهم أي مانع من إنهم يساعدوها هي وأولادها رحب أخوها جدا بالفكرة وقال لها إن مفتاح الشقة هيكون جاهز وقت ما تحب إنها تنتقل لهناك سمية أخدت القرار بإنها تنتقل هي وأسرتها في يونيو من سنة 2019 في الوقت دا وبما إن الشقة كانت مقفولة تماما من فترة طويلة كان لازم إنها تروح للشقة علشان تنظفها وتجهزها قبل ما ينقلوا أغراضهم وكان من قبلها بتحاول هي وبناتها الثلاثة إنهم يجمعوا كل الأغراض في البيت علشان يكون سهلة عليهم إنهم ما ينقلوها بسرعة وفي اليوم اللي كان من المفترض إنهم ينتقلوا فيه راحت سمية وبلغت بناتها بإنها هتروح للشقة اللي هينتقلوا ليها علشان تنظفها وتجهزها طلبت من البنات إنهم يجمعوا بعض الأغراض اللي كانوا لسه ما جمعوهاش وخارجت سمية من البيت في اتجاهها لبيتهم الجديد وسابت في البيت زوجها وبناتها الثلاثة لما راحت للشقة هناك بما إن الشقة كانت مقفولة من فترة تقدروا تقولوا إن سمية تقريبا قضت اليوم بالكامل في الشقة وهي بتنظفها وتجهزها وبعد كده كان من المفترض إنه هي رجعة هتاخد معاها عربية علشان تنقل محتويات شقتها للشقة الجديدة أخوها في الوقت ده اقترح عليها إنها بدل ما تاخد عربية صغيرة وتتردد بيها على الشقة أكتر من مرة إن هما يدوروا على عربية أكبر ياخدوا فيها الأغراض مرة واحدة وينقلوها مرة واحدة ولما سمية قالت له إن الفلوس اللي معاها مش هتكفي أخوها قال لها إنه مستعد إنه يساعدها وإنها متشلش هام أخوها راح بنفسه ودور على العربية وراح مع سمية لحد شقتها علشان ينقلوا كل الأغراض لشقتهم الجديدة بمجرد ما سمية وأخوها وصلوا عند البيت كانت سمية وقفة وبتخبط وكانت منتظرة إن زوجها أو بناتها يفتحوا لها الباب ولكن مع تكرار خبطتها على الباب مفيش أي حد كان بيرد عليها في الوقت ده أخوها قال لها إنه من الواضح إنه مفيش حد في البيت طلعت سمية مفتاحة وبدأت إنها تفتح الباب ولما دخلوا الجوة الشقة لقوا إن المكان كان ساكت تماما وكأنه مفيش أي حد موجود فيه أخو سمية في الوقت ده قال لها إنه وارد إن زوجها وبناتها خرجوا لأي مكان أو يمكن يكونوا راحوا لهم على الشقة الجديدة لما هم اتأخروا ولكن سمية قررت إنها تدخل وتدور في غرف البيت علشان تشوف لو أي حد فيهم موجود وبمجرد ما دخلت للغرفة اللي هي وزوجها كانوا بيناموا فيها شافت قدامها بنتها الكبيرة ملاك ولكن الحالة اللي كانت فيها ما كانتش حالة طبيعية على الإطلاق ملاك كانت ممددة على الأرض وعلى حد وصف سمية إنها كان جلدها باللون الأزرق وكان واضح أصار خنق على رقابتها ولما حاولت أمها إنها تلمسها أو إنها ترجعها لوعيها مرة تانية كان البنت جسمها بارد جدا وكأن إن مفيش أي مجال لمحاولة إنقاص حياتها أخوها في الوقت ده كان واقف في مكانه ومش مستوعب أي شيء من اللي بيحصل ولكن كل تفكير سمية في الوقت ده بنتها ملاك كانت بالفعل موجودة في البيت أما عن إخوتها رغض وراهف وزوجها ما كانوش موجودين على الإطلاق سمية في الوقت ده كانت فحالة من الهستيريا والصدمة ومكانتش فهم إيه اللي حصل وكانت مصرة إنها تلاقي بناتها الاثنين رغض وراهف فجأة وبدون سابق انظار ومش معروف إيه اللي خطر الفكرة فعلها راحت لبرميل كانت حطاها جنب المطبخ والبرميل ده كانت بتخزن فيه ميا على أساس إن الميا لو قطعت عندهم لفترة تقدر إنها تستخدمه سمية اتجهت للبرميل ده وبدأت إنها تفتحه وبمجرد ما فتحته اتفاجئت بإن جسد بناتها الاثنين رغض وراهف كان موجود جوه البرميل طبعا البرميل كان مليان بالمية والبنات الاثنين كان واضح عليهم إنهم فرق الحياة سمية في الوقت ده كانت بتصرخ وبتستنجد بكل المحطين بيها أخوها كان واقف في حالة من الصدمة وما كانش قادر يستوعب إيه اللي بيحصل ولكن على أي حال سمية في الوقت ده كانت مصممة إنها تاخد بناتها التلاتة وتنقلهم للمستشفى أخوها بيقول إنه كان متأكد إن البنات التلاتة فرق الحياة وإن ما كانش فيه مجل إنقاذهم ولكن الصرار أخته بإنها تحاول تنقذهم خلانه هو ياخد التلات بنات وينقلهم في العربية اللي كانوا هياخدوا فيها عفشهم للشقة الجديدة ويطلعوا بيهم لحد المستشفى بمجرد وصلهم لهناك الأطباء أعلنوا ليهم بإن البنات التلاتة فرق الحياة من فترة طويلة وإن ما فيش أي فرصة إنهم ينقذوا حياة أي واحدة فيهم ولكن أكدوا ليهم في الوقت ده إن الموضوع بكل تأكيد فيه شبهة جنائية وإنه مستحيل البنات التلاتة يكونوا وصلوا للحالة دي إلا لو كان فيه شخص هو اللي أنهى حياتهم طبعا بما إن الأمر فيه شبهة جنائية الأطباء في المستشفى فورا بلغوا الشرطة علشان ييجوا ويبدأوا تحقيقوا يشوفوا إلا حصل بالزبط في بيت سمايا وعبد الله كمان تم النقل التلات بنات للطب الشرعي علشان يتحدد سبب الوفاة ويستخرجوا منهم أي أثار لأي شخص كان بيهاجمهم لو كانت الأثار دي موجودة تقرير الطب الشرعي ورد فيه بإن رغض وراهف الاثنين انتهت حياتهم عن طريق الغرق وإن البنتين ما قدروش أبدا إن هم يقوموا وكان سهل السيطرة عليهم أما عن أكبر البنات ملاك كان واضح بالفعل إنها كانت بتقاوم الشخص اللي أنا حياتها لآخر نفس وإنها ما استسلمتش ليه بسهولة كان واضح على جسادها بعض أثار للكدمات والخدوش بالإضافة إن الطب الشرعي يقدر يستخرج من تحت أظافرها بعض العينات من الجلد واللي كان واضح إنها وصلت لأظافرها عن طريق إنها خربشة الجاني وطبعا عيانة الجلد دي كانت مهمة جدا لإن من خلالها يقدروا إنهم يختبروا عيانة دي إن إيه للجاني ويقدروا إنهم لما يشتبهوا في أي حد يختبروها معاه ويشوفوا هل بتتطابق ولا لأ أفراد الشرطة لما وصلوا للمكان بدأوا إنهم ياخدوا بعض الأقوال من سمية ويسألوها لو هم عندهم أي مشاكل أو أي عدوات ليها أو لزوجها لأي حد من المحطين بيهم سواء في العمل أو في غير العمل وسمية قالت لهم في الوقت دا إنها ما فيش أي عداوة ما بينها وما بين أي حد من المحطين بيها ولا هي ولا زوجها أفراد الشرطة في الوقت دا كانوا بيفترضوا إن فيه شخص كان عنده مشكلة مع أبو الثلاث بنات وصل للبيت بعد خروج الزوجة وكان متأكد إن الزوج وبناتها الثلاثة كانوا موجودين في البيت أنهى حياة البنات وبعد كده أخد الزوج معاه وعلشان يقدروا يتوصلوا وهال النظرية دي صحيحة ولا لأ كانوا لازم يوصلوا لكاميرات المرائبة المحيطة بالبيت ياخدوا تفريغ كاميرات المرائبة ويشوفوا هل في أي شخص غريب دخل للبناية السكنية ولا لأ تفريغ كاميرات المرابق اللي كان بيوضح البناية السكنية اللي كان عايش فيها عبدالله والسمية وبناتهم وضح ليهم ان ما فيش اي شخص غريب دخل هناك وان البنات ما خرجوش من البيت من وقت خروج امهم ولكن اللي اتضح ليهم ان عبدالله ظهر في خلال كاميرات المرابق وهو خارج من البيت قبل وصول سمية واخوها للبيت بحوالي ساعة او ساعة ونص ومما ان تقرير الطب الشرعي كان بيقول ان وفاة البنات حصلت من ساعات طويلة قبل وصول سمية ده وضح لأفراد الشرطة إن عبدالله كان حاضر الوقت اللي تم فيه إنهاء حياة البنات وباحتمالية كبيرة يكون هو الشخص اللي قانع حياتهم وبما إنه كان خارج ماشي على رجليه وعلى قيد الحياة وما كانش مخطوف ولا أي شيء بدأ أفراد الشرطة يدوروا عليه علشان يحددوا مكانه ويعرفوا منه بالزبط إيه اللي حصل وإزاي بناته تم إنهاء حياتهم لتضح لأفراد الشرطة في الوقت ده إن عبدالله كان مستخبي في مكانه علشان ما فيش أي حد يلاقيه بالفعل بحثوه معانه واستمر عند كل شخص ممكن إنه يكون مستخبي عنده لحد ما قدروا إنهم يتوصلوا ليه في النهاية عبدالله لما وصل لمركز الشرطة لاحظ البعض هناك في وقت التحقيق معاه إن كان فيه أثار للخدوش والجروح على رقابته وكان واضح على الأثار دي إنها مش من فترة طويلة وبطرح السؤال عليه إيه السبب في أثار الخدوش دي قال لهم إنه دخل في خناقة مع بعض الأشخاص وعلشان كده الأثار للجروح دي كانت في رقابته لما ابتدوا يطرحوا عليه السؤال بإمتى آخر مرة شاف فيها بناتو عبدالله في الوقت ده قال لهم إنه هو متخانق هو وسمية مع بعض وإنه هو سايب البيت من فترة طويلة ولما بلغوا إن بناتو الثلاثة تم إنهاء حياتهم عبدالله انهار قدامهم تماما دخل في حالة من البكاء والهستيريا وابتدى يقول لهم إنه ما عندوش أي فكرة بالأحداث اللي حصلت لبناتو ولكن طبعا أفراد الشرطة كانوا متأكدين من إنه بيختلق المشهد لأنه ظهر في خلال كاميرات المرابة وهو خارج من البيت فبالتالي كلامه عن إنه سايب البيت من أيام فاتت وإنه ما عندوش فكرة بأي شيء حصل للبنات كلام كاذب تماما وملوش أي أساس من الصحة أخدوا في الوقت ده من عبدالله عينة من الدي إن إيه علشان يطبقوها بعينة الجلد اللي كانت تحت أظافر البنت الكبيرة ملاك وبالفعل النتيجة جت لهم بأنها كانت بتتطابق وعبدالله اتثبت بالدليل القاطع بأنه هو اللي أنهى حياة بناته عبدالله كان بينكر كل التهم الموجهة ليه وكان متمسك بأقواله لحد النهاية وهنا أفراد الشرطة قرروا أنهم يواجهوه بكل الحقاية أقوال زوجته سومية وأخوها وظهوره في كاميرات المرابة بالإضافة لنتيجة الدي إن إيه اللي كانت بتتطابق مع عينة الجاني في الوقت ده هو أدرك أن ما فيش أي مجال للإنكار بدأ أنه يقعد مع أفراد الشرطة علشان يسرد عليهم التفاصيل الكاملة عن الدوافع والأسباب والطريقة اللي أنهى بيها حياة بناته التلاتة عبدالله قال إن الدافع ور ارتكابه الجريمة هو العلاقة المتوترة ما بينه وما بين زوجته سومية لأنها هي اللي كانت بتصرف على البيت وكانت متكفلة به وهو ما كانش بيشتغل نهائيا وما كانش قادر يدخل أي فلوس علشان يقدر إنه يصرف على البيت وقال إنه بسبب الأمر ده كان حاسس بشعور بالنقص وإن الموضوع كان جاي على كرمته ورجلته لحد المرحلة دي كان بيقول إنه كان متقبل الوضع وراضي بالأمر الواقع ولكن على مضد وكان منتظر لحد ما أي حد من المحيطين به يقدر نوفر له وظيفة ولكن على الجانب الآخر الإيجار كان بيتكسر وسمية ما كانتش قادرة إنها تدفع الإيجار وقال إنه كان فيه أزمة ما بينهم دايما بإنه كان بيطلب منها إنها تدفع الإيجار وهي كان اهتمامها الأول والأخير بتعليم بناتها وأكلهم وشربهم لحد ما في يوم سمية راحت لعبدالله بمقترح بإنها تروح تعرض على أخوها بإنه يديها الشقة اللي هو قفلها علشان تعيش فيها هي وقسرتها لحد ما الأمور تتعدل وبعد كده يبقوا ينتقلوا منها وعبدالله قال إنه كان رافض الفكرة جملة وتفصيلا وكان شايف من وجهة نظره إن سمية بالطريقة دي بتقلل منه وبتصغر منه قدام أخوتها وبتظهره بمظهر سيء جدا وإنه كده هيكون بيظهر قدامهم وكأنه بيتسول منهم وإن من المفروض مسئولية أولاده وزوجته والمصاريف عليهم تقع عليه هو مش على أي حد تاني وإنه حتى لو هو ما كانش قادر يشتغل ولا يدخل أي فلوس مفروض إن سمية تظهره بالمظهر ده حتى لو كانت بتغدع إخوتها سمية في الوقت ده قالت له طب إنت شايف إيه الحل؟ أنا في الوقت الحالي مش قادرة ندفع الإيجار وكده أو كده صاحب العقار بعد مرور فترة هيطردنا من البيت فمن الأفضل إن إحنا نخرج من المكان بكرامتنا ونروح نقعد في شقة أخويا بدل ما يتم طردنا إحنا والبنات ونلاقي نفسنا في الشارع بلا مقوى وبعد محاولات متعددة من سمية بإنها تقنع عبدالله بإن الانتقال لشقة أخوها هو الحل الوحيد هو ما كانش مقتنع على الإطلاق وكان رافض الأمر نهائيا وانتهى الجدل ما بينهم قبل انتقالهم للشقة الجديدة بأيام بإن سمية مصممة على اقترحها وعبدالله رافض الأمر تماما لحد ما وصلوا لليوم اللي كان من المفترض إنهم هينتقلوا فيه زي ما قلت لكم إن سمية صحت في الصباح الباكر علشان تروح للشقة الجديدة تنظفها وتحاول إنها تجهزها ولكن عبدالله قبل خروجها قال لها إنها لو نفزت الإفراصها وراحت للشقة علشان تنظفها وتنقل فيها الأغراض إن بعد خروجها مباشرة هيحصل شيء مش هيعجبها نهائيا وقال لها نصا إن الأمر ده هتندم عليه طول حياتها طبعا سمية ما كانتش فهمة هو بيتكلم عن إيه وكانت معتقدة إنه بيقولي الكلام ده بس علشان هو متداي خرجت من البيت وراحت علشان تشوف الشغل اللي وراها في الشقة ولكن من الواضح إن عبدالله بالفعل قرر إنه ينفس تهديده التهديد اللي كان عبدالله بيقوله لسمية بإنه هيندمها على قرارها بقيت حياتها بإنه أخذ القرار بإنه بمجرد خروجها من البيت إنه هينهي حياة بناتهم التلاتة علشان يعقبها إنها جرحت رجلته وقللت من كرمته قدام إخوتها وابتدى عبدالله يسرد على أفراد الشرطة إزاي هو أنهى حياة بناته التلاتة واحدة ورا التانية وإزاي قدر يسيطر عليهم عبدالله قال إنه أخذ البنت الصغيرة رهف في البداية ومن بعدها أخذ أختها رغض وفي النهاية راح للبنت الكبيرة ملاك ملاك كانت بتحاول إنها تعافر وتقاوم وتدافع عن نفسها وفي أثناء مقاومتها معاه ومحاولة الدفاع عن نفسها اتسببت لي في الخدوش اللي كانت على رقابته اعترافات عبدالله كانت مسجلة بالصوت والصورة وتم عرضها في التلفزيون الوطني اليمني طبعا بعد عرض الاعترافات المصورة لعبدالله وهو بيشرح إزاي أنهى حياة بناته والأسباب والدوافع ورارتكابه الجريمة اليمن كلها كانت في حالة ضجة وفي حالة جدل واسع والكل ما كانش يفاهم إزاي عبدالله قدر يتجرد من كل مشاعر الإنسانية والأبوة بالطريقة دي حتى لو كان في مشاكل ما بينه وما بين زوجته سمية وحتى إن لو على حد وصفه هي جات على كرامته ورجلته إيه زن بالتلات بنات في المشاكل اللي كانت بتدور ما بينهم والكل في اليمن كان في الوقت ده بيطالب بتوقيع أقصى عقوبة على عبدالله وإن إعدامه يكون على مرأة ومسمع من كل اللي موجودين في اليمن علشان يكون عبرة لأي شخص يفكر بنفس الطريقة ويقرر إنه ينتقم من زوجته بإنه يتخلص من أولاده بالفعل المحكمة في العاصمة صنعاء حكمت على عبدالله بالإعدام وكان من المقرر إن الإعدام يكون رميا بالرصاص في تاريخ 5 يونيو من سنة 2021 تم تحديد المعاد اللي هيتم فيه تنفيذ الإعدام على عبدالله وكان من المقرر إن الإعدام يتنفس في تاريخ 16 يونيو من سنة 2021 وبالفعل في التاريخ المحدد تم تنفيذ الإعدام وحضر تنفيذ الإعدام سمية وأسرتها بالإضافة للبعض من سكان العاصمة صنعاء قبل ما أي حد يوجه للاتهام بإنه متعطفة مع سمية وشايفة إن تصرفاتها بالكامل كانت صح وإن عبدالله هو الغلطان خلونا نفترض إن سمية هي اللي كانت غلطانة وهي اللي عندت مع عبدالله وكمان جات على كرامته ورجلته زي ما كان بيقول هل ده مبرر إنه ينتقم منها في الثلاث بنات وينهي حياتهم بمجرد خروجها من البيت أي عقاب اللي كان بيعقبها عليه التصرف اللي تصرفه عبدالله ما يتسماش إنه هو عقاب على الإطلاق بل إنه انتقام وانتقام أعمى ولا سمية ولا أسرتها ولا أي حد كان يتخيل إن عبدالله ممكن الفكرة دي تخطر على باله بل وإنه ينفذها وينهي حيات بناته عبدالله بمحض قراته بعد ما خسر كل رأس ماله اللي كان بيتاجر به قرر إنه يقعد في البيه وإنه ما يدورش على وظيفة وبدل ما يحاول إنه يقعد مع سمية ويتناقش ويتجادل ويوصلوا لأرض وسط يحلوا فيها مشاكلهم بدون ما أي حد فيهم يكون زعلان ولا متدايق قرر في الوقت ده إنه يعارض أي مقترح حيات تقترحه عليه بدون حتى ما يكون عنده حلول بديلة وفكرة إنه كان حاسس بإنهم لما ينتقلوا للحياة في شقة أخوها الأمر هيكون جاي على رجلته فكرة مش مقنعة نهائيا بالنسبة لي لأن لو تفتكروا في البداية قلت لكم إن من بداية إنجاب سمية لبنتها الكبيرة ملاك إن إخواتها كانوا عارفين الظروف المادية اللي هي وزوجها فيها وكانوا بيرحوا لها البيت وبيحاولوا إنه هما يساعدوها في هيئة زيارة بمعنى إن أخوها ييجي يقعد معاها شوية ويحط في إيديها مبلغ عبدالله كان عارف بالأمر ده وعارف بيه كويس جدا ليه ما كانش بيعترض في الوقت ده مش معنى الموضوع ما كانش جارح لكرمته في السابق بس بقى جارح لكرمته في الوقت الحالي التفسير الوحيد والمنطقي لتصرفات عبدالله في الوقت ده بإنه كان همه كله وشكله ومظهره قدام إخوات سمية برغم من إنه كان عارف بين إنه هما طول السنين اللي فاتت كانوا بيساعدوها إلا إنه كان بيتظاهر بإنه ملوش علاقة بالموضوع وإنه ده أمر ما بينها وما بين إخوتها وإن الموضوع ما يخصوش نهائيا لمن قريب ولا من بعيد ولكن فكرة إنه يروح يعيش شقة أخوها فبكل تأكيد هو كده عارف إن أخوها بيساعدهم وده برغم من إن أخو سمية كان متقابل الفكرة تماما وما كانش عنده أي اعتراض وبدل ما عبدالله يكون شاكر ليه والكرمه وإنه يحاول يقعد في الشقة على مدار شهر أو شهرين ويحاول إنه يدور على وظيفة ويدبر أموره في أسرع وقت وبعد كده ينتقل هو والزوجته وبناته لما كان خاص بيهم واستقروا فيه قرر إنه يعترض ويتعنت بدون ما يدي أي حلول بديلة ولإن سمية كانت متورطة في إنها تصرف على الأسرة وتكفي كل احتياجاتها والحملة كان تقيل جدا عليها وما كانتش قادرة تتصرف لجأت لأخوها علشان يحاول يساعدها ولما عبدالله أعلن لها عن رفضه هي شافت إن الرفض ده مش مبرر على الإطلاق وعبدالله على الجانب الآخر قرر هو كمان إن يعند معاها ولكن عناد عبدالله كان عناد مختلف تماما عناده كان بإنه ينفذ انتقامه في بناته التلاتة بإنه ينهي حياتهم علشان يحصر قلب أمهم عليهم في حين إن من وجهة نظري شايفة إن عبدالله كان يقدر يعمل حل بسيط تماما لو كان شايف إن سمية زوجته جات على قرامته ورجلته زي إنه ينفاصل عنها مثلا ويسابها بقى هي وبناتها يروحوا يقعدوا في شقة أخوها أو يقعدوا حتى في مكان تاني ملوش أي علاقة بالموضوع عبدالله في خلال بعض الصور اللي كان متصورها مع بناته كان واضح إن البنات كانوا متطمنين وهم معاه وكانوا حسين بالأمان والحنان ولكن مش معروف في أي منحنة عبدالله قرر إن يتحول من بابا الحنون لبابا البعبع وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا بشكركم جدا على المشاهدة لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتستنوني كل يوم سبت واتنين واربع وحكاية جديدة السلام اشتركوا في القناة